الحريري في السعودية وعلى خطاه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في مشهد إقليمي يبدو أنه يعاد تشكيله ولكن ما يستقطب الاهتمام هذه الأيام وجود أمراء ورجال المال في قفص الاتهام بتهم عدة ليبقى مشروعا طرح سؤال المغزى والبحث عن إجابة له أنا أحبب وضح الوداية هي ليست اعتقال لأن الاعتقال تعسفي هي القاء القبض لأن هناك أدلة وبراهين عليهم نحن لن نستبقى الحدث نحن نقف كإماراتيين بجنب السعودية صفا صف قلبا وقالب مثل ما ذكر الشيخ محمد بن زايد ما يفعله جلالة الملك سلمان على وولي عهده هو محاولة للتخلص من الحرس القديم أنا أعتقد من بين كل من صدرت أوامر باحتجازهم في السعودية ليس هناك من يحظى بقوة الأمير الملياردير الوليد بن طلال في أسواق المال الغربية والخليجية ولعل هذا ما يفسر هيمنة الأحمر على شركاته في البورصات الصدى لا زال سلبي في الوقت الحالي كما ذكرت لك السوق انخفض بقرابة الواحد في المية في جلسة أمس واليوم الحد الآن السوق منخفض قمان بواحد في المية فبالتالي صار في عمليات بيع على أسواقنا المحلية هي ليس مست أمراء أو غير أمراء هي مست شعب هذا يعتبر أموال دولة هذه الأموال توقيفها أو توقيف الأرصدة هي بالنسبة إلى البحث إذا حتى الآن هو عبارة عن تحقيق وبحث بالنسبة إلى هل هناك اغتلاسات أو غيرها يغرم السعوديون بتويتر الذي تحول في ليل الرياض وجد إلى ساحة حوار وجد الحقيقيين في مختلف القضايا السياسية والدينية والاجتماعية من جيل فتح نوافذ على المسكوت عنه بوسائله الخاصة وظاهريا يبدو أن السرعة التي تتم بها التحولات تستجيب لهذه الرؤى أو التطلعات حدثان قد يبدو أنهما متباعدان تغايا على المشهد السعودي اعتقالات بالجملة في أوساط الأمراء وأصحاب الأموال واستقالة لبنانية لرأس الهرم الحكومي من الرياض الطابع المحلي للأول والإقليمي للثاني لا يعني وفق المراقبين انفصالهما بل ثمة إجماع على وصفهما بدخول المملكة الساكنة لعقود عصر المتغيرات من دبيل اليوم على الحرة مصطفى سبحال